الفطاعة الصناعية والله يعني من الزمان كنت من ياروه قبلها نتلك كيف منه الفطاعة الصناعية لأن أي عملية اقتصاد تلمية الاقتصاد بدون الفطاعة الصناعية يعني أعتبرها العملية الضارغة مالها غيبة وبالتالي اليوم يوجد هذه العملية الصناعة في مينة واللي هي ممكن أن تظرها على مرحة القادمة رح تكون هي عملية الصناعة في العراق يعني عندي أمد بهذا الجزء عليني شهر بطاعة لكن لا جدية والإرادة اللي نمتلكها أعتبر أنه تنطين المسلمات والمقاومات اللي نحن المستقبل في مقدمة البارحة كان عندي لطاعة للأمانة العامة الملس وزراء لطلب أنه كان هذا اللطاعة من الأجندة اللي ناقشناها وموضوع تعديد مصادر تجهيز الطاقة الكهربائية بالمحافظة عدنا مشروع اللي خلينا بلواصل مرحلة هو مشروع كهرباء شمال الحرارية هذا ويفلنا عشبة وطنية 1750 مليون أعتقد أننا نحن كمخاطبة في هذا الوقت البيت نحتاجة بحدود 1600 إلى 1700 مليون ومن ثلاثة في الرطاقة الكهربائية أعتقد أنه سوف يكون الآن عملية استثمار في مجال الصناعة ومن ثلاثة ترجمة نانسي قنقر